اهلا بكم لو كنت شاري شوية دهب وحاطت فيهم تحويشة العمر فالافضل ليك انك تشوف التغطية دي لو عايز تشتري الفترة اللي جاية دهب فبرضو مهم جدا انك تشوف تغطيتنا دي اللي خاصة خلال الايام اللي فاتت هو اكبر تراجع في اسعار الدهب منذ السنوات طويلة اسعار الدهب بتتراجع يوم ورد تاني بشكل غريب جدا والمعدن النفيس اللي كان مسجل حوالي 900 جنيه تقريبا من سنة دلوقتي بينزل علشان يقترب المستوى 750 جنيه النهار دي اسعار الدهب في مصر خلال تعاملات السبت ونتيجة لانخفاض اسعاره عالميا انخفض سعر جرام الدهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم ثلاث جنيهات مقابل اسعار امس في الوقت اللي بيقول فيه اعضاء شعبة الدهب بغرفة القاهرة التجارية ان سعر جرام الدهب عيار 21 تراجع اليوم الى 779 جنيه مقابل 782 جنيه امس اما سعر جرام الدهب عيار 18 فبقى ب667 جنيه وعيار 24 نحو 890 جنيه وقيمة الذهب في الجنيه ب6232 جنيه ده طبعا تأثرا بالاسعار العالمية اللي بتشهد انخفاض كبير في اسعار المعدن الاصفر بعدما سجلت الجمعة 1793 دولار للوقية وهبطت اسعار الذهب مع صعود الدولار في حين المستثمرون مستنين المزيد من المؤشرات في اجتماع مرتقب للجنة السياسية النقدية الفيدرالية البنك المركزي الامريكي على تقليص التحفيز الاقتصادي مع زيادة توقعات التضخم البورصات العالمية اغلقت امبارح في ادنى مستوى ليها قبل اغلاق البورصة طبعا للاجازة الاسبوعية يومي السبت والاحد وتشهد اسعار الذهب عالميا هبوطا كبيرا عند اغلاق التداول بالبورصة مساء الجمعة ووصل الانخفاض ده الى نسبة كبيرة وهي 1.3 في البيان الخبراء بيتوقعوا ان استمرار مستويات الذهب بالبورصات العالمية حوالين 1800 دولار للوقية خلال الفترة المقبلة دون حدوث ارتفاعات كبيرة كالسابق وان السعر اللي شفناه من حوالي سنة لن يحدث مرة اخرى وخصوصا في حالة عدم حدوث تطورات في انتشار متحور دلتا وفي حالة حدوث تطورات اخرى لمتحور دلتا ستعود البورصات مرة اخرى للارتفاع مثلما حدث خلال الموجات السابقة طبعا سوء الدهب في مصر بيتأثر بشكل كبير جدا في الواقع بيتأثر بحالتين الحالة الاولى هي اسعار الذهب العالمية ودي بتشهد انخفاض كبير والتانية هي اسعار الدولار مقابل الجنيهة المصري اللي ايضا بتشهد استقرارا خلال الفترة الحالية اما بقى لو بتفكر انك تستثمر فلوسك في الدهب فدي مش افضل فترة ابدا انك تشتري فيها دهب نهائيا وبرضو الافضل انك ما تبيعش لو معاك شوية دهب تصبر لغاية ما نشوف السوق رايح بينا على فين بشكر حضراتكم على طيب المتابعة دي كانت تغطيتنا حول اسعار الدهب واللي اعدها زميلي محمود حسن وقدمتها لكم انا نسفين فؤاد وإنها بشكر معاك شخص اشتركوا في القناة